إذا قيل ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ما معنى اتخاذ القبور مساجد قل إن اتخاذها مساجد نوعان حسي ومعنوي الحسي أن يبنى على القبر مسجد أما المعنوي فإن العبد لا يبني مسجدا وإنما يأتي إلى القبر انتبه يأتي إلى القبر ويصلي لله ويذبح لله ويتصدق لله كل عبادته لله ليس لذلك القبر أو لأهل القبور لكنه عبد الله عند القبور فهذا من اتخاذها مساجد ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما عند أبي داود لا عقر في الإسلام يعني لا ذبح في الإسلام كانوا يذبحون لا للميت وإنما يذبحون بقرة أو بهيمة باعتبار أن هذا الميت من الكورماء في الدنيا فيذبحونها حتى تأكلها الطير والسهباع فجاء الإسلام فقال لا عقر في الإسلام قال المناوي رحمه الله كما في فيض القدير ومثل هذا التصدق في المقابر بل نص شيخ الإسلام رحمه الله على أن إخراج الصدقة مع الميت حينما يشيع بدعة إذن ما يفعل في هذا الزمن من توزيع المياه في المقابر هذا ليس من شرع الله وهذا من البدع كانوا فيما مضى يوزعون بالكاراتين أما الآن فتوسع الحال وإذا بهم يدخلون السيارات العظام يقولون نحن نريد أن نسقي المشيعين لحرارة الشمس فنقول لهم أين حرارة الشمس وأين الضمأ الذي يوجد في الشتاء القارس الشديد وفي الغالب أن الإنسان لا يشرب ماءا في الشتاء فلماذا تأتون بهذه المياه في الشتاء في المقابر ما أردتم إلا الصدقة والصدقة في المقابر أو أي عبادة خذها أي عبادة لم يأتي الشرع بها أي عبادة تجعل لله خالصة لوجه الله فإنه لا يجوز أن تفعل في المقابر لا دعاء لا ذكر لا صلاة لا ذبح لا نذر عامة إلا ما استثنه الشرع ولذلك نهى الشرع عن الصلاة في المقبرة إلا ما استثنه الشرع وهو الصلاة على الميت نهى الإسلام أن يزاد في القبر نهى الإسلام أن يجصص القبر نهى الإسلام أن يكتب على القبر سواء كانت كتابة عامة أو كتابة الإسم لأن الحديث عام وكلمة أن يكتب مصدرية بمعنى المصدر في سياق النهي فتكون عامة سواء كتب الإسم هذا الميت أو كتبت أسماء أو كلمات أخرى كل هذا من أجل أن لا تكون تلك العبادة في مستقبل الأمر أن تكون لأهل القبور هي فعلت لله عند المقبرة في المستقبل يتوسع الناس ويعظم الجهل وإذا بهم يصرفون هذه العبادة لغير الله عز وجل فتنبه رعاك الله بناء المساجد على القبور نوعان حسي وهو أن يبنى بمواد البناء وهذا لا يجوز أن لا يبنى عليه من مواد البناء وإنما يجعل عبادته أو شيئا من العبادة لله في المقبرة فإن هذا لا يجوز في شرع الله بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما عند مسلم لا تصل إلى القبور يعني لا يجوز أن تصلي والمقبرة أمامك مع أنك ما أردت بهذه الصلاة إلا وجه الله عز وجل وليعلم أن شيخ الإسلام رحمه الله كما أسلفت لما قال يحرم أن يخرج الإنسان بصدقة مع الميت أو أن نهي عن التصدق بالمياه في المقابر من أجل ماذا الخشية من الوقوع في الشرك ولتعلم أن أولا خذها الشيطان مع العبد له سبع عقبات أول ما يبدأ الشيطان في إضلال بني آدم بالشرك أول ما يبدأ معه ولذلك يزينه فإن وقع في الشرك هنا سعد الشيطان إن لم يستطع الشيطان أن يوقع ابن آدم في الشرك أتى إليه بالعقبة الثانية وهي البدعة فلربما تصدق بمياه في هذه الأزمان غدا أو بعد غد يؤتى بفواكه يؤتى بلحوم يؤتى بأطعمة يؤتى بأنواع الأشربة فالحذر الحذر ترجمة نانسي قنقر